لم يكن الإعلان الأمريكي عن عدم إبلاغ تركيا بعملية تصفية زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي محض صدفة تقرير استخباراتي نشرته صحيفة بلومبرغ أكد أن فرق التحقيق في أجهزة الاستخبارات الأمريكية تحقق في معلومات حول عالم تركيا بموقع البغدادي خاصة أنه كان على بعد ستة كيلومترات فقط من الحدود التركية وفي منطقة بمحافظة إدلب تحظى بحماية من فصائل موالية لتركيا وبحسب الصحيفة قال ثلاثة من كبار القادة المطلعين على التحقيقات إنها تجري بشكل جاد عبر محللين استخباراتيين أمريكيين يدقيقون في الوثائق الورقية والإلكترونية التي تمت مصادرتها من مخبأ البغدادي للإجابة على هذه التساؤلات وما زاد من الشكوك التي طرحتها الصحيفة أن عملية استهداف المتحدث باسم تنظيم داعش الإرهابي أبو الحسن المهاجر تمت أيضا بالقرب من الحدود التركية وبالتحديد في منطقة جارابلس بمحافظة حلب ما يؤكد قدرة قادة التنظيم على التنقل بحرية من وإلى الحدود التركية وأمام أنظار أردوغان الذي يدعي أنه حليف للناتو وأكدت تقارير صادرة عن مراكز لدراسة الحرب ومكافحة الإرهاب أن الاستخبارات التركية سمحت بسفر عناصر من أوروبا وأفريقيا عبر أراضيها إلى سوريا وأن الإدارة الأمريكية أكدت وجود مسؤولين بارزين في داعش بالأراضي التركية ومنهم وزير مالية داعش أما وزارة الدفاع الروسية فقد رصدت عمليات نقل النفط المسروق من سوريا والعراق إلى تركيا عبر عشرات الشاحنات على الحدود التركية حيث قام نظام أردوغان بدفع مبالغ مالية لعناصر داعش الإرهابي يوميا لمساعدته في تصنيع القنابل والمتفجرات وتسهيل عملية نقل الأسلحة هكذا فعل نظام أردوغان أفضل ما في وسعه لدعم الطرف الأسوأ في الحرب الأهلية السورية وتأجيج الحرب في هذا البلد لسنوات طويلة تسببت في مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين من السوريين وإحداث موقات هائلة من المهاجرين واللاقئين